هل تجد صلاة الغائب بنفسي ووحدي لو أن شخصا مات في المشرق عفظ خبر من الهاتف صليت عليه وحدي في البيت أو مع أهلي في المغرب في الغرب على كل حال ولدي صلاة الغائب في قدر متفق عليه وقدر مختلف فيه المتفق عليه أن نصلي على من لم يصلي عليه في موطن موته وحد مات بين أظهر قوم غير مسلمين لم يصلى عليه حيث مات ودفن بغير صلاة تشعى صلاة الغائب عليه بالإجماع بلا نزاع لكن من صلي عليه هل تشعى صلاة الغائب عليه أم لا هذا من مواضع النظر بين أهل الفتوى والمختار لنا والمفتى به عندنا أننا نصلي على من لم يصلى عليه أو على من كان لو شأ نعام في المسلمين لو سابقة وفضل في الدين كبار المجاهدين كبار الدعاء كبار أهل العلم الذين كتب الله لهم لسان صدق في الأمة وتركوا بصمات وآثار عريضة وعميقة هؤلاء لا حرج في صلاة الغائب عليهم لكن إن كل غائب نتقصده بالصلاة عليه هذا أمر يعني لا ينتهي ولا ينقضي فالمختار عندنا أن صلاة الغائب إنما يصلى على من لم يصلى عليه في موضعه أو أصحاب الشأن والأثار الكبيرة العامة والأعمال الجليلة والعظيمة التي تركت بصمات في الساحة الدعوية والساحة العلمية بصفة أهم شكرا